منحنايات الذوبانية منحنايات الذوبانية هي علاقة بيانية بين ذوبانية مادة معينة مع درجة الحرارة عند إذابة كمية متساوية من كبريتات النحاذ وكبريتات البوتاسيوم في كميات متساوية من الماء في درجة حرارة الغرفة نجد أن كبريتات النحاس تذوب بالكامل بينما كبريتات البوتاسيوم تذوب جزئيا وعلى هذا فإن كبريتات النحاس أكثر ذوبانية من كبريتات البوتاسيوم ومقدار الذوبانية هي خاصية فيزيائية مثل درجة الانصهار ودرجة الغليان وتقاس الذوبانية بكمية المذاب في 100 جرام من الماء النقي في درجة حرارة الغرفة وبشكل عام تزداد الذوبانية برفع درجة الحرارة أي إنه عند إذابة كبريتات البوتاسيوم وكبريتات النحاس في ماء ساخن يذوب الملحان تماما وتطبق هذه النظرية فقط عند إذابة مادة صلبة في مادة سائلة ويمكن الرسم منحن الذوبانية لمادة معينة بتعين كمية المذاب التي يمكن أن تذوب تماما في 100 جرام من المذيب في درجات حرارة مختلفة ونرسم علاقة بين كمية درجة الحرارة المحور السيني وبين كمية المذاب المحور الصادي وتستخدم منحنيات الذوبانية لتعين الحد الأقصى لذوبان مادة معينة في مذيب أي لتعين حد التشبع وهو الحد الذي إذا تم تجاوزه أي إضافة كمية مذاب إضافية يترسب ويسمى عندها المحلول فوق مشبع ترجمة نانسي قنقر